مرحبا نحن اليوم بسادس حلقة من بروجرام ممكن نحب نذكر الكل انه قررنا نعمل هذا البروجرام لانه ما نعطانا اكسي على التليفزيونات تنحكي عن بروجرامنا الانتخابي الا بمبالغ من المال خيالية يعني لو بدنا نحترم الانفاق الانتخابي كانوا ما بيكفونا عشر دقاي نحن اليوم صارنا عاملين تقريبا شي ست ساعات content على البروجرام الانتخابي طبعنا بكل الملفات بنينا هالحملة على قاعدتين اساسيتين حرية القضاء استقلالية القضاء قانون استقلالية القضاء والاستشفى للجميع لانه منعتبر انه حيالله مجتمع عنده قضاء عادل بيقدر يعمل كل شي وعنده مجتمع ما بيخاف يمرض ما بيعتلهم يمرض لانه بده يفلس اذا فات على المستشفى هيدا مجتمع قادر يرجع ينهض وقلا منكون عم نضيع وقتنا اليوم تا مجتمع ينهض ومجتمع ما يخاف كمانا من المرض او من الاستشفى الاثنين بدون كهرباء ما فينا نعمل شي بلا كهرباء مشان هيك بيسعدني كتير اليوم نستضيف صديقة كتير شاطرة انا انا بعتبرها كتير شاطرة من الاول ما تعرفت عليها يعني فاستردتلي مشكلة الكهرباء بطريقة مرات كتير بريفلي ومرات منفوت بتفاصيل كتير غميئة اليوم بيستطيفني بيسرني استضيف كارول عياط اهلا وسهلا كارول انت انت انيرجي ساكتر فاينانس برو يعني شغلتك انك تدرس تريء التمويل القطاع الطاقة انت عادة من AUB برافو برافو تشتغلي يرأي سينير فالو بالجامعة الأمريكية كمانا يرأي بانكر عندك كارير بالبانكينج من نيويورك لدوباي لين كمان؟ لندن بلندن بيروت بيروت هلا يرأي بيروت هلا أهلا فيك بلز ما تفلي عايزين ناس متليك تنرجع ننهض بالبلد اليوم لفتني شي كمانا كتير حلو انك انت كمانا منبر على البورد طبع اللبانيز أولين جاس انستيتوت بدنا نجرب هلا شوية هيك تعطينا شوية أمل شو بدو يصير في الاقتصاد طبعا إذا لقينا غاز وإذا لقينا بيترول معقول لنلاقي بيترول ولا صعب هلا أنا ايجوين دم تنساعدون كمان بالأنيرجي ترانسيشن لأنه أولين جاس ورح يبقى بس بس بشكل مكان بقينا بـ برافو حلو ومتطلبها حلو ونعمل كمانا متجدد وغيره ضروري ومرحة بنحكي ليه مهم It will be a bridge fuel للفتر اللي بأحبين نوصل للابنان حكي بل عندي حلم نخليه للاlinear الأجيال الي جاي ورانا كمانا لانه إذا هلأ شلناه مع الأشيال اللي هلأ مستلمة ما باب زرع نفليل ونغاز كمانا عكل حال نرجع نحكي فيها هيدا على رواب طيب الطريقة يلي نحنا بنعمل الممكن بودكاست هو إنه دايما نطلع على مشكلة بنوصف المشكلة ليش نحنا وصلنا لهون شو اللي وصلنا لهون تقنيا إذا بديك أو حتى إداريا دايما لما بيصير في مشكلة بيكون في مشكلة في حدا بالإدارة ما عارف ما عارف ياخد قرار مزبوط منوصف الحل ومنقول هلأ شو بدنا نعمل إذا بكرة شو بدنا نبلش نعمل تيصير عندنا كهرباء وعلى المدى الطويل كيف بدنا نبلش نسترجع كل هالقطاع هيدا ويصير عندنا كهرباء لأنه بالكهرباء ما رح يصير في عندنا اقتصاد دايما بلشي وصوفي لنا وين المشكلة هلا أنا رح أحكي بلغة كتير سببل من عقدة للعالم وحابي بلش برقمان نركز عليهم رقم 30 ورقم 45 حلو 30 هنه مدى السنين 30 سنة اللي ضلوا هالقطاع بعجز مالي وطقني ومصار في إصلاح بدي وقفيك تكي الفتلك نظرك لكليب مرة حدا بقعت لي لفيلم مصري معمول سنة 72 بمحمود ياسين هو بيمثل فيه بيكونوا ببيروت هو وصحبته أودا وبتنقطع عليهم الكهرباء من 1972 بتسأله هي بتتعجب إنه شو صار هون بيقلها ببيروت هيدا الاشياء طبيعية سنة 72 يعني كان قبل الحرب صح بس حتى بالسبعينات أنا بحب أقول إنه كان لبنان ينتج أكتر من 70 بالمية من حاجته بالطاقة من الكهرباء المائية ها 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 هادرو كنا حتنصدر لسوريا بقى إيه بركي ممتلس لكن عجاد بلجت بتنقه من بعد الحرب ثلاثين سنة ثلاثين سنة ما صار شي تان بس نحدد هالرقم خمسة واربعين هو خمسة واربعين مليار دولار كلفتنا كهرباء لبنان عجز كهرباء لبنان خسرتنا على الخزينة هيدا الرقم يعني وتحدا يسمعوا بتفكر انه الشعب اللبناني كان عنده كهرباء ببليش كان مدعوم بس هذا الشي ما انه صح لانه الشعب اللبناني كان يدفع فتورتين كهرباء فتورة للموتورات اللي كان كتير غالية وفتورة لكهرباء لبنان اللي كانت تحت معدل الكلفة سواء كان الشعب اللبناني بالسنة معدل يدفع ستة مليار دولار كرمال حاجته بالكهرباء هيدا الكلفة اللي هي تقريبا 22 سنت لكل كيلوات ساعة اغلى من المعدل العالمي بالثلاثين بالمية بقى وقتا نحكي بدعم لفتورة كهرباء كان دعم اذا بدك عشوائي ما كان تارجيت نحن ندعم صناعة ندعم شي معين كان في دعم لكهرباء اللبنان في خسارة على حساب كطاع خاص غير شرعي وكان بالماركت يعني كان لابد منه غبطة حاجة موتورات أصلي بس كان موتورات بس كان كمان غير شرع مثل ما قلنا ما في رقابة ما يدفع كان تاكسيز وغيرهم هيدا الموديل اللي مشينا فيه كان تفصل لنا ليش تركبنا على حالنا 45 مليار يعني يعني عم ننتج بسعر ونبيع أرخص ولا شو معدل التعريفة اللي تحددت بالتسعينات كانت تعريفة باللبنانة بمعدل تقريبا 135 ليرة لكل كيلوات ساعة يعني تسعة سنت وقتا كانت الليرة بألف وخمسة تسعة فاصلة ستة مقارنة بكلفة إنتج فوق العشرين سنت فإذا التعريفة كانت غلط فيه عجز مالي هلأ هالعجز مالي من وقتا قلعنا عم نخسر عم نخسر هلأ منخسر كنا أقال وبعدين صارت تزيد الخسارة بس صارت الدهور الأملة وزيدت أكتر وقتا كان عم منزيد الخسائر بكهربا لبنان التقنية وغير تقنية وسعر البرمية اللي كان عم بيزيد خصوصا بسعر بسنة 2011 و2012 و13 وكمان وقتا زدنا الانتاج لأنه إذا أنت عم تصنع شي وعم تخسر وعم تصنع صرت أكتر فأخر عشر سنوات الاختارة صرت أكبر هلأ وين مشكلة هالخمسة واربعين ليه هي مشكلة كبيرة على لبنان نحنا كلنا منعرف أنه الأزمة اليوم الماليية اللي عايشينا نتيجة كمان عجز بميزان المدفوعات بالدولارات وهون وقتا نحكي عن هذا العجز بكهربا لبنان هو عجز كرميل شراء الفيول لأنه المواطن يدفع باللبنان يفتو هالعجز مين كان يأمنوا؟ كانت نأمنوا الدولة كيف؟ يا تتدين من اليورو بونز اللي عندهم كلفة لأنه كمان مالية العامة كانت بعجز يا تروها مصر في لبنان لتقول له هيدا سلفة باللبنانة حول لي لبرا لهيدا السبلاي بالدولارات فإزا أكيد هالخمسة وهي دي كان عنده كلفة لأنه مصر في لبنان من وين كان يجيب الدولارات؟ يروع على لبنوكا ويدفع لهم سبعة بالمية سبعة بالمية ويحطن بواحد بقى كمان كان عنده خسارة فإزا لحوالات المباشرة اللي عملتون الدولة لكهربا لبنان هن 22 مليار فوقن من انزيد كلفة الدين أنا اذا اشتريت بيت ودينت وخد ما فيني ما احكي بكلفة الدين فإزا هالخمسة واربعين لو ما كان عندنا هالعجز بالكهرباء لو عملنا الإصلاحات وقتها من 30 سنة أو من 20 أو 15 أو اللي أكيد كان بركة كنا وقعنا بأزمة بس هل كان هالأزمة بهالحدة؟ هل ما كنا قدرنا كمان طورنا اقتصادنا بغير طريقة؟ هل ما كنا كمان تفدينا كل المشاكل البيئية؟ اليوم انت يعني اللي تعرفوني كتير من يحول عايشها عملنا حلقة عن تلوث الهوى ببيروت هلأ اليوم تلوث الهوى ببيروت وصل وهون كمان أنا أكيد انت تنسق مع دكتور نجات صليبة وعمل دراسة كتير حلوة بالأيو بي وصل لمحال صراحة كتير خطير ويعني كل شخص عايش بالبنان وخصوصا ببيروت لازم يكون كتير قلق لهذا التلوث يعني ما أحدا فيه يهرب منه كلنا عمل التلوث كلنا نحن نتفع حقه بس هيدا لانه متل واحد مش كأنه اذا واحد منه شايفه الاشي مع انه بنشاف طلع الجبل بتشوف الغيمة السوداء في بيروت انه كلنا هيك بنفكر بس شورت ترم اللي عم نعمله ببيقتنا اللي عم نعمله ببلدنا مش مقبول والحلول يعني هيدا رقيعات اصلاح وبناء هالقطاع صار مش موضوع طارق صار موضوع يعني لازم ينعمل بارح تخيل انه الايم اف بالبرنامج اللي عم بيعدوه مع الدولة من الاولويات وتبسمون براير اكشنز بيحكوا بكتاع الطاع لانه ما في عنا ما رح يكون عنا لا اقتصاد ولا بلد بلا كهرباء ما فيك عون عندك انترنت بلا كهرباء بديهوني بس كتير واضح موضوع مهم الكهرباء زياد مانا لاكجوري مانا كماليات من اساسيات ايا مش كماليات اليوم وقت كلفة الكهرباء من المطار الحي وصلت للخمسين سنت من ورا سعر برميل البترول خمسين سنت لكل كيلوات ساعة حتى اللي عنده هو مطار عم يدفع اليوم سعر المزوط عم يوصل للخمسة وثلاثين وثلاثين سنت كيف بدنا نبنى اقتصاد بهاك كلفة كهرباء بدنا نكون النافس فاذا هيدا الموضوع مانا مستدام غير موضوع كمان اكيد التلوث اللي هو كتير شي مش مقبول وهون ما نرجع نأكد انه ما رح يكون عنا لا زراعة لا امن غزائي لا امن صحة لا انترنت لا اتصالات بلا كهرباء كهرباء هي الاساس اوكي زل ما نفكر بس بالجسم هي القلب اليوم نحنا القلب واقف ليش برأيك بس فسريلنا شوي كمان اليوم ليش بس عم ناخد ساعة كهرباء لانه ما معنا مصاري نشتري فيول هيدا هون المشكل عنا اكيد مشكلة شراء فيول ما في بقى اموال كانت اول سنة بعدها مصر في لبنان اعطى كم سلفة مع مشاكل كتير 200 مليون اذا منتسكرون اول 2020 بعدين وقف اللي عمله وقتا الوزير غجر رح عمل ديل مع العراق تنعمل سواب يقمنوا لنا ماشي مبلا بس هو اخر طعم ننسى كمان موضوع تانى انو نحنا وتقنالهم للدولة العراقية انو المصاري رح تكون بمصر في لبنان دولار محلي مقابل خدمات بكرة كيف نردوا لهم هون 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 شو يعني خدمات صحية وتوريستيك ورفاهية يعني كان فيه كتير براد بس كيف نردهم هون هون يعني فيه شي ببالاش نحنا ما منعمر ولادنا دائما منخلي الاشيا غاندو انو ما فيه شي بالحياة ببالاش ما فيه شي ببالاش اكيد فاذا هلأ ميحلي عنا اليون رح نحكي هلأ بكل الخطوات المعمولة اذا ما نحكي بالأمرجنسي ميجرز لانو هلأ اليوم التحدي هو كيف نأمن كم ساعة كهرباء اكتر شي ممكن يعني كيبنج ديلايتس اون بالانجليزي منخلي تدوم دومة هيدا اليوم التحديد العنية ما نطفل معاملية بإطار الانهيار التام انهيار التام يعني لكانت انو الدولة عيش زي ما عندها بقى اموال اتمول مصر في لبنان وين صار الاحتياطة الدي رح يقدر يكمل اليوم بعده عم بيأمن مسلا الدولارات للبنزين الدي قدرين نكمل بعد وبعدين شو شو المخطط يعني طوي يخلصوا هالأموال شو بنعمل حتى بكرة يعني المشكلة هي منا بس بالكلفة وقتها نحكي بالاستدامة وقتها نحكي بالاستدامة وقتها نحكي بالاستدامة حتى لو معك مصاري اذا ما في ميزود بالبلد متما شفنا بأب 2021 اي 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 اصار في هجرة وقتها من عالم اكلين هام انو ما يدور الانترنت او ما يدور الكهرباء حتى لو معها مصاري الدي كان فيه طوابير على البنزين مش قدرين يشترون كيف سوف يفيدك المصاري اذا السلعة التي بدك ايها لا انها متوفرة بالسوق هلأ هوني كمان رح بنربطها هيدا الحديث كله بالطاقة المتجددة بعدين اي 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 اكيد لانه هيدا موضوع كتير مهم هم غير قصة الكلفة لانه مضبوط الاستيراد فيه واحدا يوقف لك إيه بس ما حدا يوقف لك الهواء والشمس دخيل الله اي اي بصبعا الشمس ودنيوقفوها كارسي اي اي بدي أطرح عليك فكرة كمانا هيكسر إلي يومين عم اشتغل عليها دعونا نوصف أيضا البنية الصناعية للكهرباء التي لديها الآن في لبنان سوف نضع هذه السلايد من الأعمال التي قمت بها اليوم ونرجع على خطتك كيف خطك تلتها عافية من هذا نحن اليوم لدينا معمل ثلاثة معامل التي تنتج كهرباء أو أربعة؟ فقط قبل نتحدث عن وضع كهرباء لبنان بس كلمتان نرجع نفوت بالإنتاج اليوم هالخسارة وهالعجز من مين إجا وشو مشاكل كهرباء لبنان عندهم أول شيء أكيد كلنا بنعرفها هيدا البدهية مشكلة إنتاج كنا دايما ننتج أقل تقريبا 1800 ميجا مع البواخر نت نسبة ل 3000 ميجا اللي هي حاجتنا 3000 ميجاوات يعني دايما عنا شورتاج ألف وميتان هالألف وميتان كان يأمنون الموترات واضح؟ لكن عنا مشكلة إنتاج وهالإنتاج كان مكلف لأنه نحنا بنستعمل معامل قديمة في عنا جل نوعين نستعمل يعني اللي هو كتير ملوث معمل الزوق هيدا معمل الزوق ومعمل الجيه وصراحة في كتير بلدين يعني خصوصا أوروبا عم تمنع استعماله كليا ومعامل تانية بيشتغلوا على ميزوت الديزل يعني عنا الزهراني ودير عمار يلي هو غالي هو أغلى التلوز بس أغلى هني هو اللي معامل كان مفروض يشتغلوا على الغاز تعمروا بـ 98 بـ 98 ومعامل بعدها كتير منيحة وفيها بدها شوية مينتننس ويسمون هولي الكمباين سايكل يعني التلتان إنتاج بيطلع من المزوت من الديزل وثلت بيطلع من الستيم اللي هي بس هلا اليوم عم ينشغلوا على الديزل لازم يشتغلوا على الغاز وننزلوا كتير كلفتهم فإذا عنا مشكلة تكي بس قبل ما تكملي بما انك فاتح تسيت الغاز شو صار بخبرية أنه بدنا نجيب غاز من سوريا الغاز هو من مصر سوري من مصر بدي يمرق بسوريا طالما كان فيه سواب ديل عم بيصير هني بيوصل لساوث أوف سيريا ونحنا سوريا بتعطينا كانت من الشمال لدير عمار صراحة عم من باديل يعني سواب يعني من باديل المصاروي بيعطون غاز واصل البيبلاين على سوريا وسوريا بيعطونا الغاز من الشمال لدير عمار هلا هيدا تستروت منسميه الارب غاز بايبلاين هيدا الارب غاز بايبلاين كان شغال في 2011 نحنا أخذنا غاز لدير عمار لسنة بس من ورا مشاكل الجيو سيسية والحرب وهيكي وقفتهم مانا يعني ما كانت دايما موجودة وفيها اشكال هيدا الديل انت بعدك عم بتلاح اي هيدا الديل اكيد 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 مهم للبنان لانه لازم نجيب غاز مبارح الغاز أوفر وعنده كلفة بيئية بيسموه the greenest of the fossil fuels لانه عنده أثر بيئة أقل من الهيوي أو من المزود فاذا هيدا الديل كان كثير مهم وكثير مهم كمان نرجع نحنا هلا محدود عجنب انمي العلاقات بين الدول المجاورة كانت الاردن او مصر او غيرها كرميل نعم اكتر بالمنطقة كان الورد بانك كثير دعمه لهذا المشروع وهو مع الوزير غجر وزري ووزير فياد اشتغلوا مع الحكومة اشتغلوا تاي خلصوا هالديلز مع الاردن ومع مصر لانه اطعب سوريا هيدا المشروع بده ويفر من من الامريكان ولهلأ بعد ما وصل حديث مكتوب واضح مع انه السفيرة هي اللي طلعت بالفكرة بس منسا كمان بعد بالكونجرس زا بتروح الامريكانة في شوي انقصام على في كتير انقصام بالامريكانية بلا ما نفوت تير بالسياسية الامريكانية بس انه بعد ما في المصاروي ما رح يقدروا يقبلوا يعملوا هالديل الا ما يكون في واضح من الامريكان ايه اكيد انه عم بيسألون انه لازم يتأكدوا انه وجهة استعمال هالغاز ما عم بتروح لأي مؤسسة عمال حربية او اهراء ارهابية وهيدا المصاروي بقولون بتكون تعطونا ويفر شاملة احنا ما منقدر اللحة ولا نعرف وعندنا موضوع تاني كتير مهم هي سوق الغاز وشو صار عالميا هل مصر اليوم اذا عندها فائد احلالة تجيبهن على لبنان وتبيعنا بالديل اللي كنا عاملينه من قبل او تصدروا بارك لأوروبا اللي عندها اليوم كمان مشريك الغاز وصير عندها علاقات احسن مع اوروبا يعني اليوم عم بتغير هالشيء فاذا اللي بدي وصله بس تقوله انه اكيد مهمين هالكل هالديلز اللي عم نعملون ونفكر في اوروبا بس لازم كمان ما اكلنا خبز ولازم نبدأ نفكر نحنا بحالنا لبنان ميت سولوشن لانه ما فينا نضلنا نحنا نقريب هيدا عم نشتغل عليه اكثر بكل شيء هون نحكي برجع بالطاقة المتجددة وبركي كمان هيدا كانت روحية الدراسة اللي عملتها مع معهد عيسام فارس انه نقدر نحنا نرجع ناخد الكنترول على السيارة اللي رايحين دوليبة و رايح موتورة و رايحين على الوابع اوكي تعملين لنا هكي راندوم سريع لكن لدينا مشكلة انتاج مكلف انتاج ديفيشنت للي ما عنا كفاية لدينا مشكلة تعرفة حكينا عنا لدينا مشكلة خسائر تقنية و غير تقنية ماذا يعني غير تقنية؟ هنحكي بالتقنية بالأول الشبكة تابعنا مثل المعامل مهرية خصوصا شبكة التوزيع نحنا مفكر وطن هاي فولتج ونظر منصورية والنقل كتير منيح انو تسكرت بعدوي وهي داع ايام الوزيرة نادا بوستانيا سكروا منصورية دس و جود موف وخففتنا الخصائر التقنية بواحد بالمية شو سكروا بالمنصورية؟ سكر وكان في هاي فولتج يعني الميتان وعشرين كيلو فولت هاي لازم تكون لوب لازم تكون مسكرة انو ما تخسر كتير لانو وقالا مثل كهربات تقوح هيك وايك مثل لو بيه هدر لانو بتعرف انت مهندس المتيري اللي بيصير فيه لأكيد الوقت تسكرها هيك تسكر هاي المسنج بيس اللي كانت بالمنصورية صار في مور ستابلتي وليس لوسي خففوا الخصائر التقنية يعني وقت قطعوا الـ 220 كيلو فولتج كانت ناقصة خففوا الخصائر التقنية بواحد بالمية كانت 17 صارت 16 هلا وين خسائر التان التقنية الكبيرة اللي بتلي 17 وكيلو 16 وين الـ 4-5 اللي بينا نقيمون هني بالشبكة التوزيع هونيكي بتشوف الكوارس مش الكيسة يعني بتروح بتفتح هيك بتشوف صار في حمام وفي صافير وفي موتورات شابكة بتاخد بعض الطهر من الكهرباء لبنان وبتوزع وفي قصص خبار قد ما بدك وفي كابلات تحت الارض كانت مفروض يتغيروا بكونتريات كمان إن عملت مع شرك التوزيع على الكهرب ومن عملت فإزان هوني لازم يصير فيها السيانة يعني الشبكة تبعنا الشبكة مهرية فإزان هي ما نقصت بس انتاج هالخسائر التقنية سوأنا مش بس عم بخسر عالكلفة الانتاج عم بخسر من ورا الخسائر التقنية يعني ما بوصل للمستهلة كل وعنا هاي المشكلة بالماء على فكرة كمان زيطا عضرة بباركة كمان ومنرجع كمان في خسائر غير تقنية هدا كلمة حلوة غير تقنية لاسترقة لاسترقة والنون بايمنت والتعليق وهي دي اليوم كلها تفاقمت كتير من ورا الأزمة الاقتصادية العيشينة هون حب اارن الصغير لانه إذا بنا نحكي بالموتورات دايماً في انتقاد كبير عندنا بس بنا نحكي وين نجحوا صح؟ هن عندن منيجردز عاملين شبكاتهم استعملين عوامية كمان كهرباء لبنان وأكيد ما بيدفعوا أجار ولا شيء للعوامية بس خسائر تقنية تبع الموتورات 5% ولا غير تقنية ولا غير تقنية ليه؟ لأنه إذا حداً إجا الشبكة عندهم عم بسرق من جابتهم فإذا بيروحو ده كهرباء لبنان تقدر تقيم حداً متعدة بده يتدخل من القضاء ومن 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 والإدارياً وقانونياً هيدا البروسس ما عم بيصير فإذا كل التعديات الواحد حداً عم بيسرق منه وقاعدين عم نتفرج عليه وما حداً نقدر يعمل شيء وبقى هيدا الشيء كمان لازم يتعدل وهيدا القضاء المستقل بيحلل لك كتير طبع كمان اللي عم ينعطى للشرك التوزيع يقدروا هن يقيموا التعديات هلأ اليوم ما بيقدروا بيبعثوا التعدي لكهرباء لبنان وهونيك القصة بتضيع وما بيصير شيء فإذا هالخة سائر اللي هني وصلت اليوم للخمسة واربعين بالمية يعني من كل ميجا ندفع حقه تننتجه واخر تقول ندفع حقه يوم عم بيروح من مصرف لبنان يعني من أموال العالم من أموالنا نصه عم بيروح حدر يعني مخصر 450 كيلوات من المون ميجا وبقى بيوصل هالقدي وحتى من الخمسمية وخمسين اليوم صارت التعرفة إذا بقى لك 132 ليرة لكل كيلوات ساعة اللي بعد ما غيروا شو هي على 26 ألف اليوم سعر الدولار يعني سفر بقى مرة حتى ما بعرف إذا أو كهرباء لبنان انه بعد تحس حرزان تروح تحصل يعني وصلوا لهالدرجة وهذا شيء دراماتيكي يعني اليوم إذا ما رجعنا عملنا هالتوازن المالي لكهرباء لبنان لقى لو نحنا بدنا نعمل كمان نحنا اليوم بلد مقفلس يعني ما معنا بقى ما عنا بقى لكجري نعمل دعم عشواء اللي كنا ماشيين فيه هل كان في شعبوية بتحديد التسعيرة بالتسعينات يعني أنه ما بعرف أنا كيف حدا التسعيرة كان وقتا برميل البترول 26 دولار بالأول كانت منيحة ولو ما كان معهم شي واحد انتبهوا اليوم نسعر هيك بس بكرة يمكن إذا الـ 26 صارت أربعين ما بترك لحالي مارش مشان هيكي التسعيرة وهلأ إذا بتشوف التسعيرة المطروحة والليزم تسير حسب خمس مرات أكتر هي لازم تكون لنكت لسعر برميل البترول وسعر صرف كمان لأن هذه كلفة بالدولار حتى للطاقة المتجددة هي كلفة بالدولار ولكن الطاقة المتجددة ما لنا مربوطة بسعر برميل البترول فإذا كلما زدنا طاقة متجددة زيادة من زيادة بالتعرفة وهذا الشيء بفيد المواطن واليوم شفناها كثير بأوروبا وشفناها هون يعني كلما زدنا الـ Renewable Energy ما بيعنا بقى إذا بطلع ببرميل الغاز صار العالم مش قدرة تدفع كهرباء أنا عم كتير عم لاحق الموديل الألماني كيف عمله يعني ما عنا مجال نفوت فيه هون بس بروغرام كتير حلو عملوه على عشرين سنة يعني بس إنو منحكي فيه هلا بس نحكي شوية بالمتجددة طيب يعني شو وضعنا يعني نبين إنو تعتير خالف هيدو اللي الحكيني هلأ الملخص اللي حكيني وصلنا لهون وهيدا كان موضوع حتمي إنو نوصل لإنهيار التام للمؤسسة كهرباء لبنان اليوم المواطن اللبناني اللي قادر بعد يدفع كهرباء اللي هو مواطن الغني يعني صار عنا شي اسمه بلوي هيدا عم بيدفع كهرباء اليوم بلوي يعني عم نحكي حكينا برقم خمسين سنت لأنه سعر برميل البترول وصل لمحلات كتير عالية هلأ في شي كان شوي كمان إيجابي أنا بحب دايما نشوف شو شو التأسير الإيجابي كان صار فوتنا كمان كونسابت بلبنان الانيرجي ايفيشنسي كلنا أكيد وقتا تكون شي ببالاش ما بتفكر بمصنفك ولكن هلأ صار العالم لا بتفكر وقتا تشري لمبالجي بلاد وقتا تطفي مية صخنة مش عايزتها تطفي الأدوية كل هيدا كولتشر جديدة أفكرا كتير زيت موضوع مية الصخنة عالشمس كمان صارنا من أهم بلدان بالشجر الأوسط مركبين والطاقة الشمسية الموزعة شفنا آخر سنة تركيب الطاقة الشمسية الموزعة أكتر من آخر عشر سنين وهيدا مش بس لأنه كلفة الطاقة المتجددة نزلت مع أنه آخر سنة رجعت قليت شوية من ورا شو عم يصير عالمياً خصوصاً بالشبينكاست والانيرجي كاست بس كمان من ورا عدم توفير الكهرباء ومن ورا غلى الكهرباء في لبنان كان نحن هنا في استوديو كمبلتان لم نأخذ شيء من وإعدين على أسوايل وإعدين على أبيلي كلها من وإنتهיי حلوة بس لا أريد أن أقول لك أنه أنا لدي أشتراك موتور هنا وتقريباً لا يأخذ أبداً كهرباء من الدولة اذا لدينا كيف يرحل الكهرباء أعرف أين أحصل أريد أن نعود عندك لأننا نريد إنترنت ومشي الكهرباء أرجوك قبل أن نقول على الخطة توصيف سريع اليوم ما هي البنية الصناعية التي لديها في لبنان و أين فكرك أنه يجب أن نذهب دعونا نقوم بالملاقص لكن الـ 1800 ميجا التي كانت تنتجهم الكهرباء لبنان لدينا معملين الذين زهراني ودهراني تحت بالجنوب ودير عمار الذين يأمنوننا 800 ميجا هؤلاء أهم معامل لدينا هؤلاء يعملون على الديزل هؤلاء اتنينيتهم يأعطوننا 800 ميجا ويجب أن يكونوا أكيد وحدهم في أراضي مملوكة من كهرباء لبنان وإنفراستركشور موجودة كانت للشبكة أو لاستيراد المحروقات فإذا هناك ثلاثة كبيرة هالمعامل نعمل زهراني 2 دير عمار 2 هذا واحد لدينا معمل أكيد الزوء وهو معمل جهير من الزمان كلنا مشوفه هذا كان معمل معمل يجب أن يكون بيشتغل على من وراء يعني تلوص هذا بيشتغل على السيول الثقيل وكل عايشين بالزوء وأدونيس بيعرفوا كلهم كيف البلاكين تبعهم ظل في نقطة سود وهذا اللي منشوفه والهيست باللبنان بها المنطق حوالي أكيد الكهرباء هالقد بدي أقول أساس سعدي ضحي بصحته الكهرباء ما في حياة اليوم حديثة بلا كهرباء أكيد أكيد فإذا هيدا بس هيك شوية أنكدوت صورة صغيرة أكيد راح نستعمل بالأول لأنه إحنا هدفنا وهيدا اللي لازم يكون هدف واضح وتنحط هو توفير أوفر وأنضف وأكتر كهرباء مستدامة فإذا إذا مشينا بها الشي بدنا دايماً الخليط الطاقة والعنياء بدنا نمشي أول شيء مع عامل الأوفر بلك تكون طاقة متجددة أكيد بالأول والأنضف ما بدنا نعطي الناس كهرباء بس نعطيهم كانسر كمان طريقة مستدامة كمان إنه مش إذا بكرة ما بعرف شو صار بالعالم بقيت فيه كهرباء بلا بدنا نحنا نكون نحنا بذاتنا مقامنين حالنا في لبنان فإذا البواخرة راح هو كانوا فيه وباخرة وقفة بالزوق وكان عنا معمل قديم معمل الجديد 200 ميجا هلا باقي جي ي كمان عنا معمل قديم مثل الزوق مثل الزوق لازم ينقام وعنا كان باخرة كمان وقفة وعنا معمل الجديد ب70 ميجا نحط هيدا وقتاً عمل هول المعملين الحديثين الصارو ومن بعد الـ 98 يعني وقتاً عمل زهراني ودير عمار هول المعملين بواحدين نحطه عنا صور بعلبك وهريشة هول معامل يعني مش أوبسوليت بياند يعني طولي بيكلفون عشي 25 سنت كلفة إنتاج لازم ينقاموا very inefficient very old very obsolete ومكلفين وبعضهم شغالين هلا شغالين بس ما عن إنتاجهم كتير واطئ يعني يعني مع منو نحزنين لازم ينقاموا عنا هيدرو عنا هيدرو عنا هيدرو عنا 280 ميجا ماء كهرمائية بس هول معامل بدون في أديشة ما هيك في أديشة وفي وين كمان بالليطاني وفي كذا محل بس لازم هولي كله المعامل بدون شوية maintenance وبنعملن كان تعرفتن في عندها مشكلة كمان حط التعريفة من زمان ولانه في منهم concessions ومنهم لكهرباء لبنان لازم إنعملن هالصيانة وتتعدى للتعريفة يكون كمان لأخذ يكون عنده يعمل هولي لازم أكيد ينشغل عليهم لأن كهرباء نظيفة ومستدامة وأكيد لدينا الطاقة الشمسية الموزعة في لبنان هيدا كقطاع خاص هلأ هلأ منحكي فيها بالخطة فإذا نحنا هلأ هيدا الوضع طبعا يعني نحنا هلأ ما مننتج ألف ومئتين ميجا بالنهار هلأ أكيد ما مننتجه اليوم لأنه ما لدينا فيول بس لو كان بأننا فيول الكافي فينا نشغل فينا نشغل 800 زهراني وديرعمار فينا نشغل الزوق وجية بركبة أربعمية شي ألف ومئتين هلأ عنا مش صار عنا شي اسمه انخفاض بالدماند يعني بالطلب بس هيدا الانخفاض أنا ما بسمي من وراء غلى هيدا هيدا سبريست لأنه الوضع كتير مش طبيعي فإزا نحنا أخرتا ما بدنا نعمل نبني قطاع أساس وضعنا اليوم بنا نفكر نحنا ما نرجع نوصل للنمول اقتصادي نرجع نبني البلد فإزا أنا ما بدي أقول اليوم اليوم مقدرة شوية طلب بألف وخمسمائة ميجا من ثلاث تلاف ألف وخمسمائة ألف وستة فإزا إزا أنا عندي ألف وبيتان فين أتركهم أو ألف فين أتركهم لازم أرجع أبني ألفان على الآله ليه تأمن الـ 24 و 24 بس هلأ بالمدى القصير الي حكينا فيه صار طموحنا نرجع نوصل كيف كنا من ثلاث سنين يعني عشر ساعات كهربا صار لكس صح فإزا فإزا تنقدر نأمن هالعشر ساعات هي كيف فينا نأمن المحروعات وكيف فينا نخفف شوى الخسائر ونحسن الجيباية لانو ما حكينا بالجيباية وكنا عم نحكي بالمشاكل الجيباية هي بدنا نغير التعريفة يعني هيدا أكيد أو قبل ما نبلش نحكي بأي شيء بدنا نبلش بإعادة التوازن المالي لكهربا لبنان شو يعني؟ شو يعني بدنا نعلي التعريفة بس كمان بدنا نحسن الحوكمة بدنا نحسن الترانسبارنسي بدنا نعمل أدت نصير فيه غير طريقة شغل كمان وإدارة وهيدا الحكي اللي بنسمعه كتير إنه ما فينا نعلي التعريفة إلا ما نعلي الإنتاج اليوم كهربا لبنان عم تنتج سفر وإذا نتجت حتى لو عليت التعريفة رح تضلها كتير أوفر من المطار فإذاً هيدا الحكي حكي شعبوي حكي شعبوي أنا عم بيقولولي ما فيك تعلي لأنه بدنا نعلي الإنتاج لأنه ما بدي يغلي على المواطن بس أنا عم بيخد سفر من هون عم بدفع خمسين سنت كل كهربته إذا أنت منتلي بخمسة عم 18 بضل ما أوفر ما عم تنكوا أنت بفتورة الموتار فإذا لليوم فيه تسمية opportunity بركب هالموضوع بتعليت التعريفة يعني هلا بس تعلي تعريفة أنت أنا برأيي إذا كانت أرخص من العلوة بس بضل أرخص من الموتر بضل أرخص من الموتار وإذا قدرنا نعليها بيصير فيها كهرباء لبنان عندها شوية إرادات كرميل تحولون وتشتري محروات هذه هي الطريقة الوحيدة ليه؟ لأن ما فينا بقى نتكل أنه فيه مصاري مصاري في لبنان لكننا هيك يمشي بدأ تكون هي مثل واحد مثل واحد عم يدير شركة خاصة إنه هو بده يكون يلي عم بيبيعه عم بيدخله إرادات عم بيسكر مصاريفه ويكون عنده ربح تظهر مستمر المشكلة وين؟ المشكلة إنه إذا عملنا هيك وما عملنا بس هيك بس علينا التعريفة مين بيدفع حقه؟ المواطم الصالح اللي عم بيدفع في تورتي الله وكيلي هم بتحسن الجي بيه وتمنع التعدي بنا نمنع وهيدي بده قضاء وينين؟ وبده كمان وهيدي الأول قضاء وقعد الثقة منبلش بهون هول الكلمتين كمانا قالوا نيكولا شيخاني كان قبليك يلي كنا عم نحكي عن التعافي المالي صديق وسلم عليك كثير إنه إخي ما فينا نعمل شي إلا ما فيش كون فيه قضاء عادل ويترجع على الثقة الثقة ما بترجع ما فيك تشتري ثقة من بره فإذا هوني كمان أنا بطرح الفكرة يعني نحنا عم نحكي بالكهرباء كهرباء يعني بلدين أفريقيا ومع احترامنا لكل الشعوب العالم كلهم عملوا كهرباء عم نحكي نطلع الأمار أو مارس أو فينا عم تحكي عن هايدي سلايد أنا قبل ما نحكيها بس بحكي بالجي باي لأنه قد طلع على البلدين حولينا مصر بالألفين واربعة عشر حلو واحد يطلع يعرف شو نجح وشو ما نجح مية بالكهرباء جاء رئيس السيسي كان عندهم مشاكل كهرباء كما نحنا عنا اليوم نقص بالإنتاج مع عامل قديمة ماذا عمل؟ سهل وعنده مشاكل كان بالجي باي قلب البلد كله أغلبيته على شيء اسمه كروت تشريج سليلير أنا عندي سؤال ليه العالم تدفع السليلير؟ كله بدفع ليه ما بندفع الكهرباء؟ واحد يستطيع العيش بلا سلولير اليوم أنا برأيي كمانا ما يستطيع العيش بلا كهرباء ما فينا نعيش بلا كهرباء عملوا كروت التشريج هيدا بتحلل مشكلة بري بايت بدك تشري كهرباء بتدفع كيف تشتغل هيدا الكارت كارت بتجيه عمدك عدات ذكية بدي يكون هولا كان مفروض يتركبوا كمان بيتركبوا ويتشرج في كمان على التليفون في كذا أبليكيشن ما بدي يفوت بالتقنيات كيف بتمشي بس كتير شي كان في دخل كونتروفرسي شوي على العداد الزكي إنه بيبس رادياسيون هيدا ولا مش مش طبعا هلو هولي الرومرز يعني بعدد كل العالم صاروا مركب بعددات ذكية ها تكنولوجيا منا هلا عم نعمل لها تستيق لا بس ذكرتين فيها كان في قصة دايتا إنه إتوالك دايتا مين عم بيستهلك لا أنا اللي كان اللي سمعتن من كم انفيرومنتلست إنه العداد الزكي لأنه بيضلي بس رادياشن إنه هاي الرادياشن خطرة على العقل البشري أنا ما بعرف بس أنا بعتقد التلوؤس العيشين من الموتورات ومن طريقة الكهرباء والخطر كمان والطرقات إحنا للموتور مش بس إنه موتور عم يشتغل وعم يلوث عم بيجيب له مزوت كم مرة بالجمعة وكل هالقطر على الريزيدانش الارياز وعم بيأثر بالتوريزم تبعنا وعم بيأثر بكتير قصص حسنا عندك عدد ذكي عندك كارت هاي تاب يعني تاب أو على التليفون أو في كثة تشرج العدد الزكي فإذاً هيدا أكيد كرمالتاً وهكي كما شو الجيبية I think it's a very good idea It is a good idea ورحنا كمان لازم نتوجه لشي اسمه لا مركزية بالتوزيع سلم تميك لأنه نحنا عم نشغل كمان لا مركزية بموضوع النفايات عم نشغل كمان بلا مركزية بموضوع الماي بالكهرباء عنا المركزية بقطاع عنا لأنه راح نرجع على الانون 462 لأنه إحنا ما عم نرجع نخترق شيء الانون الكهرباء 462 نعد بال2002 2002 يعني تغير تصير التكنولوجيا من وقتا يعني أكيد في تعديلات فينا مطرحون يكونوا إيجابية بس هيدا القانون وقتا إجاء قال أنه كهرباء لبنان رح يصير في نقطة type of privatization type of قصقص اللي هي PPP Public Private Partnership يعني الدولة بيضال عندها هي حقوق بهالعقود ويرجع بتسترد أوقات الأصول من بعد فترة زمنية مع أنه أنا ضد أنه الدولة هي تحتكر إنتاج الكهرباء ما هو مش نهيك هيدا الموديل أصول أن نحنا كثير سهل إذا ما رجعنا اشتغلنا بالدولة كمؤسسة خاصة وعملنا خصخصة يعني أو PPP خلنا نسميهم يعني الشراكة بين القطاع العام والخاص هيدا هو الخلاص لبنان لأن الدولة آخر تفشلت بإدارة أغلبية المرافق العامة اليوم حتى التليكم حتى التليكم اليوم نحنا كثير مأخرين اللي كان ربيح بفترة اليوم ونصار رح يصير الكهرباء الجديدة طبعنا والتليكم رح ينهار أكيد فإذا والماء يعني كل القطاعات الترامسفورت ما في شي نجح هاي مشكلة الاحتكار أنا الاحتكار بس نحنا كنا أكثر من احتكار نحنا كنا عنا سوق إدارة وسوق يعني ما في حوكمة بتذكر لما تسييس ويستعملون يعني للتوظيف السياسي يعني كان في كتير مشاكل اليوم إذا ما رجعنا زغرنا القطاع العام لا رح يكون عندنا انتخابات عادلة وده يكون عندك أربعمائة ألف موظف بالموظف بالموظف والموظف والموظف ولي كم نخب ولي كم نخب ولي كم نخب مع عيالهم وزواجهم فإذا ما رجعنا توجهنا لدور أكبر للكطاع الخاص ما في قيامة أكيد ما في قيامة أكيد بس كمان بس بدنا كمان نأمن أشغال لهالأشخاص بس بدنا نروح بدنا نقيمون وهيدا فإذا هيدا الدراسة اللي قاعدناها لهي نوع من PPP لإنتاج مع لمركزية وكونترا كمان شراكة كتاع خاطس كتاع عام للتوزيع بس أصغر من الموجود اليوم يعني مناطق يجب أن نزغرهم هون كان مشكلة الكطاع اللي كانوا يسموها خصخصة أنه كان يأتي دائما فيه سياسيين وراه هذا الهدف ويجيبوا جامعتهم ويعطوهم حصة كثيرة كبيرة أنه لا يستطيعوا يعملوا لها مانجمة مظبوط هكذا صار بالنكيات فإذا هون عم نتحدث عن عدد أكبر من الشركات الذي قدموا مناقصة كرميل يشتروا كهرباء من كهرباء لبنان ويبيعوها على أهليون شوية موديل زحلة بس ناقص الانتاج أو علي ناقص الانتاج ما بينتج بيشتروا كهرباء هو كانوا يشتروا من كهرباء لبنان بيوزعها مع بطاقات الشريش وإذا في منطقة حابة تدعم منطقتها لأي أو الجهة البلدية ما بعرف أموال وبتدبع ساعة بتشتروا كهرباء من كهرباء لبنان بالسعر العادل وبتبيع إن شاء الله بعتابة ليش شو بتأثر معنا فإذا هيدا الموديل موديل جديد شوي بس كمان وبنحكى فيه I think هيدا الموديل الوحيدي اللي بيخلينا نطلع من الأزمة بسرعة هلأ كمان أكيد نحنا قد نحكي لكن عنا خلطنا شوي المواضيع بس حكينا أول شي بدنا نحط خط الطوارق خط الطوارق بتبلش بقعادة السقة قعادة السقة بدنا نعمل خطوات إصلاحية اليوم مطلوبة من المجتمع الدولي كرميل نقدر نرجع نجيب التمويل لأنه هيدا كتاع بده تمويل الفترة الأولية عم نحكي عايزين مليارين لتلتة مليار دولار بأول فترة كرميل تنرجع نقلع نقف على إجرينا بكتاع الطاقة بكتاع الطاقة بس وهيدا موضوع مانه كبير يعني هيدا مبالغ كان موجودة يعني كان في مليار دولار البنك الدولي حططوا للبنان لمشاريع أول أزمة بعثة بعثة رسالة كتبوا أنه هن حضرين يرجع يخصصوا لمشاريع أكتر أولوية من ملكين محدود فإزا المليارين هولي حجم لبنان عشرة بالمية اليوم من الناتج المحلي هولي بيهزوا البلد فإزا مظبوط القطاع منهار بس اليوم هيدا القطاع في رجع يحيي البلد كليا إذا بس إجت هالتمويل كرميلتها نقدر نبني معامل ونرجع نحرك ونرجع نبني بيذكا كوي أكتر ونخلق وظاق لما نحكي على أهمية الطاقة المتجددة بالتنمية الريفية بالوظائف بالبيئة وكل اللي حكيناه قبل يعني فإزا أول شيء لنا إعادة السقة هيدا الشيء بيصير بطالبين اليوم صندوق نقل الدولة قضت لكهرباء لبنان طالبين تشكيل هيئة نظمة هيدا الورد بانك طالبة بطريقة شفافة واستقلة واستقلة هيدا الشيء يعني بيأمن بركة شوية كمان شفافية وسقا زيادة تلت شيء بنا نشوف كيف ننشرع نعيد اللي حكينا بتوازن المالي لكهرباء لبنان بطريقة سريعة هيدا الشيء بيصير بتعليل تعرفة ولكن مع حماية المستهلك الصغير اليوم هيدا المستهلك ما حدا نحميه هيدا ما حدا نحميه لأنه كهرباء لبنان معا بتأمن له كهرباء بس ما تنسي أن هيدا بدأ تجي كمان مع خط التعافي مالي لأنه ما فينا نحنا ما فينا نضلنا فقرة وبدأنا ننتوج كهرباء وما حدا قادر يشتريها يعني اليوم برح بتساعد بعضها إذا عنا خطة اي 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 مع أنا معاك بس إن اللي عن جد لازم يمشوا تصول أنه معنا بقوا وقت اكزاكلي وهيدا القصة إنه ما حدا نبقى عنده يشري بعدنا لليوم إذا منطلع أموال استيراد قدي استراد عملنا استيراد للميزوت آخر سنة بعدنا عم نستورد مليارين ونص بالسنة فإذا العالم لأنه العالم ما فيها تعيش بلى كهرباء يعني بتشوف بلدين أوقات أفريقية حاضرين مثلا يقففوا أكلهم أو يقفوا أولادهم من المدرسة بس عايزين كهرباء ما حدا نبقى في عيش بلى كهرباء مية بالمية بابا فينا نعمل صناعة بلى كهرباء فإذا يعني هون شوية صارت انه عملوا العلو بتصير أوفر للعالم علو بصير فينا نأمر اليوم عم نأمن سفر وعم بيشتروا العلم على الخمسين سنت فإذا اللي ما بده يحدث يحدث عنده مصالح أكيد محل تاني نعم بس تارفي بتصور إذا علينا يعني إذا بلشنا ننتج كهرباء وعلينا التعرفة وصارت أرخص من الميزود في كتير أشغال رح ترجع تشتغير رح في نفتح معامل أو المعامل تصير تنتج بكلفة أقل وتصير المعامل الصناعية عم بحكي وترجع توظف عالم وتحرك عجلة الاقتصاد يعني فيها المرحلة الأولية يلي بدنا كهرباء لنبلش نرجع نعمل شيء وأول ما نبلش نعمل شيء نصير نحن نرجع نكب بقلب هالاقتصاد حركة اقتصادية بيصير فيها الناتج القومي يعلى شوي شوي وإذا بتشوف اليوم مشاكل خصوصا الشركة الصغيرة والمتوسطة أكبر مشاكلون هي الكهرباء أكبر فتورة هي الكهرباء إذا بتشوف مطعم اليوم تخذ مطعمة أي محل نزال سألوا قد فت وتك الكهرباء كيف عم بيدفع هذا كيف قدر يكمل بعد يعني عن جد ده شيء كتير مهم وهلأ وقتا نحن نحكي بالخطط وهيدا الموديل الجديد عم هيدا بيأمن توظيف لليد العاملة بالموتورات يعني في كتير يوم تسعة تلاف موظف تقريبا يعني عائلة عم نحكي هولي مأمنين موظيفهم حتى بكهرباء لبنان كل الأشخاص التي تشتغل بمجال التوزيع فيهم يرجعوا يتوظفوا معها الشراكة نحن نخلق وظائف جديدة الطاقة المتجددة زياد الطاقة المتجددة بتخلق لأنه بوقت العمار بتخلق نوهاو المؤسسات التمويل الدولية نعطيك إجزامل معامد بابا إذا خبرتك سويا بس معامد إذا خبرتك أنه أنا عم بلاحة شغلة صناعية هو أنه نجيب المواد لهون ونصنع البانيل هون نجمعهم هون ونحن نصنع بطاريات نجمعهم هون يعني بدين ما نقعد نتكل لأنه لك إذا بليونين بيقدروا يعملوا بطاريات نحن أكيد فينا أكيد فينا أنا وبعدين كمان اليوم صارت كلفة الترانسبورت كثير عالية فإذا أكيد معقولة تكون كثير مجدية والفكرة أنه نعمل البانيل هون منا كثير بعيدة لأنه عم شوف شوية التكنولوجي منا كثير صعبة أبدا أعطيك فكرة تانية في هلأ كثير تكنولوجي مهضومة هي منحط سولر على يعني يعني على السرد يعلى بحيرة صغيرة يعلى الماء مية بالمية هون بيعملوا لهم هو اللي فيك تفكر فيهم وهون كان فكرة مرة درسنا مشروع أنه نبلش إنسان نصنعهم في لبنان لأنه بيأخذوا كثير فوليومس بالشربين وهن ماشي وهيدا التكنولوجي ليه حلوة لأنه ما بتستعمل أراضي تحط مثلا إذا كان على ريزربوار أو على دام وبتخفف من تبخر الماء وبتحسن كوالتية الماء من تحت لأنه ما بتصير كثير فيه أعلى وهيك من الشمس بكثير أبكار مهضومة نحكي بطاقة عم تتقدم بخطوات فزيعة يعني هلأ كمان عم بقرأ عن شركة بأمريكا بيعملوا مثل بلاستيك فيلم بتحطيه على شبابيك حتى مش ضروري تحطيه على السطح وبيقدر يعمل دعنا نحكي شوي عن الخطة تبعي وهون عن أنت عملة الحلو فيها هاي الخطة أنك أخذ الطرق الكلاسيكية بتوليد الطاقة وقايلة بدي أعمل طاقة متجددة وقاصمة قيمة الإنتاج يعني هون أنت عم بتقولي بديك تزيد معمل خبريني أنا أول شي نحنا قلنا مش أنا بقرر وأنا يعني ما بتدعي لا مش حتى عم اقترح أنا هايدي مبنية على دراسات دراسات طبع كهرباء فرنسا اللي عملت مع إشراف البنك الدولي هي اسمها دراسة الأقل كلفة للإنتاج لأن نحنا قلنا شو الهدف؟ قلنا بدنا ننتج أقل كلفة وطريقة مستدامة نقدر نأمن فيها في أكيد واحد يقول أوكي بس بركة الكلفة هي مية بالمية طاقة متجددة هيدا الحديث منه سليم لأنه تقنيا طاقة متجددة عندها وهي منها مثلا طاقة الأساس الطاقة الأساس تتأمن بعادة معامل على الغاز شو يعني؟ يعني أنا تخيل بوصل على البيت إذا ما في شمس ولا ما فيني ضوء الدو لا بدي يكون عندي معامل قدر أبرمه إذا رحت الشمس أو راح الهواء قدر رجع ثبت هالكهرباء على الشبكة صارت فيي هنا الجديدة فإذا هو دايما عايزين نحنا مزيج مزيج طاقة بس أمول بيقديننا لأكتر شيء أوفر طاقة وطاقة مستدامة ونظيفة فإذا هيدا النموذج إجا النموذج هو بيجي بيقول نحنا بدنا نعمل معملين حتى بيقول ثلاثة يعني بدون نزيدوا 2400 ميجا معامل جديدة حديثة بتشتغل على الغاز الطبيعي حسب دراسة البنك الدولي وكهرباء فرنسا فوق الألف وثمانمية اللي نحن نعمل لا ما عندنا ألف وثمانمية والألف وثمانمية كانوا مع البوايخة الأربعمية الأبنائيون وإذا منقيم المعامل اللي لازم نقيمه ولازم نطالب إنقامه الملوسة أنجع عندنا ألف ألف إذا ما نبني نحنا ما نبني لبكرة لا نبني لعشة وشتين قتليش لأبنين بدنا معامل بين 2000 و2004 حسب دراسة 2004 أنا بفضل نعمل هلأ بكرة معاملين لأنه هو المعامل ليه منحكي بالزهراني ودير عمار تنظهر من موضوع إنه هاي دي بها المنطق وهذه المنطق عنا الأرض موجودة ملك الدولة مستملكين كل شيء مزبوط وكل شيء والأرضية جاهزة في عنا كل البناء التحتية لتوصيل المحروقات للربط على الشبكة في مناطق تانية بعدها كل المناطق ما فيها شيء بدنا أموال مش عاب قول ما لازم نعملها بس هلأ اليوم بالحالة الطوارئ الواصلين له بدنا نشوف بالموجود شوفي ننجود صح؟ بعدين 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 إذا أمنا غاز أنا لأنه الغاز بدنا إنفرستركشور كمين لو صار الديل طبع عائد طبع مصر وصل الغاز للشمال كنا ركبنا محط التغويز يعني الأفسوريو الوحيدة بالزهراني ساعتها ورجعنا كافيس تو عملنا أنبوب من الشمال لجنوب تنأمن غاز لكل المناطق يعني عم نحكي للكطاع الصناعي حتى للكطاع الريزيدنشل يوصل على البيت مش جاي بمبان الغاز يعني بدور بأوروبا فإذاً هيدا الشي عن جد بخلينا ننتقل للبنان اللي بدنا نوصل له للبنان الثو بوينت زيرو يعني اللبنان الجديد فإذاً لكن حكينا بمعملين على الغاز فإذاً معمل بيدير عمار ومعمل بصدهراني ليه لأنه هونيك هو اللي خطأ حياء والجديد موجود بس يعني بدي أسألك شغلة لأنه أنا بدي أسألك شغلة هو المعامل الجديد لحطيني هون هو اللي بيكونوا باك اوب لأنه هو بيشتغلوا على الـ وطاقة المتجددة بتمشي بال يعني بنيمشوا مش منعمل هول بعدين منحكي بطاقة المتجددة ضغري منبلش وهيدا الشي بلش وهلأ في قانون كتير منيح موجود ووافق عليه مجلس الوزراء هو قانون الطاقة المتجددة الموزعة بتخلي لكل أي شخص يعني كطاع خاص هو يركب وينتج عبطه 10 ميجاوات 10 ميجا لحاجته ويقدر يشبكه على حتى الشبكة أو يبيع لشخص تاني من الكطاع الخاص أو حتى يعمل شي اسمه يعني أنه ينتج بمنطقة يشبك على الشبكة ويخفض من فاتورته بمنطقة تانية فإزان هيدا اللي عن جد قانون كتير مهم لأنه لليوم كان عندنا عاقق قانوني أوكي وتنظيمة بقصة الطاقة الموزعة المتجددة يعني كان السولر اللي بده يركب يركب لحاله مكسيمم وإذا بده يركب لغيره كان يفوت ب مقاعدة بالليسينج وغيرها هيدا القانون أقر ولا هلأ بالإيجان هيدا ما أقر هلأ على الإيجان وإن شاء الله يقر لأنه عن جد قانون كتير منيح لازم أكيد نشغل عليه وهيدا الشي ونشغل عليه من كمان الإي بي آر دي ونشغل الإيو يعني في كتير كان ريفيو عليه ونشغل على سنين مع والوزارة فإزان هيدا القانون يعني يسرع كتير لأنه اليوم بطلت قصة بس جدوة مالية مع أنه أكيد في جدوة مالية كبيرة أكيد عم ننطج بخمسين وخمسة وثلاثين سنت لكيلوات عم نجي نركب البيباك عم بيكون يعني استيراد الأموال استرجاع استرجاع عم بيكون بثلاثة لأربعة سنين وهي دول بيبقوا خمسة وعشرين سنة والبطاريات صارت حتى البطاريات صارت كمان مجدية فإزان مش بس قصة جدوة مالية بس كمان قصة أمن من طاقة قوي يعني أنا اليوم إزا مني أكيد أنه بركي بكرة قد رجيب مزوط لأ إزا عندي برتاح أكتر وحتى فيه هلأ مراكبين لأحد من زبوناتي كتير مهضوم وعم نعمل شي اسمه يعني منركب الطاقة الشمسية من علية شوي وبيزرعوا كلها تحتها لأنه هيدا بيوفر بالماء وفيه حتى فيه حتى نوع من من الخضار أو الفواكه اللي بفضله يكونوا شوي بالشيط يعني مش دايما الشمس تكون كتير ضربطة هؤلاء في أفكار كتير مهضومة نعم أنا عشو عم بشتغل مازالي فتحت صيلة الزراعة يالك أرجو أنها مبنية عنا مساحة مبنية ببيروت 19.8 مليون متر مربع أنا عامل وعنا برودكت يعني نعمل شيء اسمه vertical farming على الروفتوب حسنا نقول هذه الفكرة أن بيروت بما أنه عندنا تقريبا 20 مليون متر مربع إذا 10 مليون متر مربع قلنا نعمل عليهم farms نعمل على قسم من هالسطوح نصف هالسطوح نعمل نصف هالسطوح نصف نزرع وننتج زراعيا تلع عليا طلع عنا مليار و 782 مليون شتلة في بيروت وهذا مع كل البنيات يعني عم تحكي كل بس اسطح بدون الحيطان عم بيحكيك بس اسطح ونص ايمة الأسطح مليار و 782 مليون شتلة يعني نحن بس سنتعمل اكتفاق ذاتي لبيروت وهذه هون نستعمل مية الأيسيات عفريقاً فكرة بالصيفية وأكيد مية الشتاء بالشتوية وستثير بيروت هي تبيع خضرة للحوالية وهون جتني فكرة عادت أحسى من وقت ما بلاشت أحكي أنا وياكيت أن أحضر الحلقة أنه هال 50% الباقيين اللي عندي 10 مليون متر مربع جيت حسبت أنه إذا عملنا بدنا قانون أكيد تنسير نقدر نحط الجيران ما يقتلوا بعضهم هذي بدأت تتقونن هذي العملية بس إذا حطينا اليوم بالتقنية اللي موجودة هلا للفانل اللي هو 545 وات فوق بالأصفر حسبت أنه عندنا خسارة 85% عندنا إخسارة 85% يعني خسارة 15% على 6 ساعات شمس هذا معدل الشمس أوية في لبنان على 9 شهر تقريباً من السنة بيعطينا 2.7 كيلو وات أور أو 12 أمبير أوكي يعني مناخد 4.6 أمبير بالمتر المربع وبما أنه عندنا 10 مليون متر مربع هلأ قاعدة ما عم تعمل شيء بيطلع عندنا قدرة عم بحكيكي قدرة تايوريك اليوم 10 تلاف ميجا كهرباء هلأ هو فكرة هلأ هلأ نرجع بس نشوفهم شوي بداقة أكثر هلأ أكيد الفكرة أنه نحط على السطوح 500 بس أعطيك فكرة 500 وات 545 بتعوز تقريباً مترين مربع كل مربع حسبتها هلأ يعني على تقريباً على 6 أور تقريباً عم نحكي بـ 24% بس أنت عملت لأنه على 6 أور تقريباً معك 85 بقى يعني وأكيد مباركي ما رح تقدر تستعمل 10 مليون بس أنه أكيد في أنا برأيي تقريباً بالـ 500 ميجا فينا نركبهم بكرة بكل بيروت أنت حطت 10 تلاف أنا برأيي يعني 500 لألف هلأ أنت عم تعتبر كل البنات رح نقدر نركب عليهم هيدا الحلم هيدا الحلم أنا بقول لك أنه تقريباً تعمل 500 ميجا لأنه بصير عنا قصة وشبكة أنا برأيي إذا رحنا للربع كل لبنان ونرجع على تشارت القبل إذا ما نروح على المؤسسة هي عملت دراسة للبنان لـ 2030 نوصل لها 30% ما هو الميكس لبعاء التكنولوجي 2500 ميجا يجب أن يكونوا من الطاقة الشمسية 600 ميجا من الطاقة الهوائية كهرومائية أو 1600 من الكهرومائية و1000 ويند إذا قلنا 500 ميجا عملنا الآن طاقة مائية 600 طاقة هوائية 1000 بيعطيك 750 ميجا بيصير عنده كهرومة بيروت إذا أضعنا 500 ميجا 750 ميجا بس؟ 500 ميجا ها 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 نغير كل الموديل ها ها موزع المركزية ها 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 نموّل لأنه نحنا نرجع على خرطة الحل الحل إلنا أكيد عندنا الخطوات الامرجنسي كيفما نعمل التوازن المالي نقمن المزود نقدر نعلي شوية الإنتاج ونمشي بخطة طويلة الأجل تتعطيني الهدف اللي إلنا الطاقة الأنظف والأوفر ويكون قدر اتجه لها ووصل لهد أهدافة بالطاقة المتجددة لأنه هيدا هو الهدف والطاقة المتجددة فإزا إذا العائق تأوصل لهده الهدف أنه ما عندي طاقة الأساس وما عندي شبكة لازم بلش بطاقة الأساس والشبكة حطهم على السكة اليوم هاكي هلا كيف بدي حطهم على السكة؟ عندي مشكلة اليوم مش بالتقنة إجوا سيمينز وإجوا جي إي وإجوا أنسالدو ما في شركة بالعالم ما إجتوا وعملت دراسة وقدمتها والحلول التقنية موجودة مدروسة دايما ونعم معمولة ديزاين لإلع نحنا كل الإصلاحات عنا يهون بعد وقت دايما واليوم مشكلتنا الكبيرة هي بالتمويل اوكي هي بالتمويل عم بيقول لك عمول خلص الايماف بتاخد التمويل طيب أنا بقعد ناطرة قاعدة بلا كهرباء مش قاعدة بلا كهرباء اكتشل قاعدة مع كهرباء موتورات في عالم قاعدة بلا كهرباء أكيد عم بتكلفني بلاوي 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 وعم بنتر كل نهارة أخير عم بيكلفني من احتياطي مصرف لبنان لأنه إخيرتها عم بشتري فيه المزود إذا ما هو اشتري المزود كهرباء لبنان عم بيدخل بسعر الصرف تيهد الليرة لأنه في طلب على المزود عالي دولارات فإذا كيف ما برمنا عم بيرجع من أجيبنا هالأموال فإذا إذا كل يوم أنا تأخير إذا كل يوم تأخير عم بتكلفني ستة مليون دولار بقعد ناطرة أنا تايخلوا المصريات وبعدين شو بعمل تايجي حدا يمولني إذا عملوا أسلحات كلهم وعمشوا وعملوا لكل تايخد هالتمويل وبركب فين ضل ناطرة يعني هيدا واحد من الحلول وهي هن الثلاثة أوبشنز اللي نحكي فيون يعني أنت عم تبترش أنا عم بقول لازم نمول الشبكة ونعمل له الأصلاح ونخفف الخسائر التقنية نعمل التوزن المالي تم قاعد تعرف الطريقة والممويل المعامل وبدأ عمل معامل فإذاً شو هن الثلاث موديلات قدي عايزني مصاري تقريبا عايزني عايزة مليارين دولار مليارين بصلح الكهرباء خلص بصلح بقدر إتجاه يصير للطاقة المتجددة كرميل شو؟ إذا صلحت بتقولي لا شو بدك بعتعملي لا كرميل تخل خفف كلفة الإنتاج زيد تنافسية الاقتصاد خفف الأثر البيئي خفف الأثر البيئي وكمان ارجع غير قوة لبنان السياسية وموقعه وتأنا بطل أنا على الاستيراد وهيدا وهيدا أعطيني معتق خلاص أنا ما حدا نفي وقف لم تتحكينا دعمنا الليرا قدي خسرنا 600 مليون بشهرين قدي خسرنا؟ كل شهر هلا اليوم تدخر خصوصا مع الانفليشن اللي صار التضخم بالأسعار خصوصا بأسعار المحروقات اليوم التقديرات إنه كل شهر عم بيضطر مصر في لبنان يستنزف من الاحتياطة 500 إلى 600 مليون يعني إذا برجع من أول شهر كنون الثاني لليوم وصلنا بشهر أربعة صار رايحنا مليارين دولار وهنا كنا صلحنا لكهرباء فأزن وكنا عملنا أشغال ورجعنا لبو يعني هلا أنت عم بتقوله خلا نحكي بس بالثلاث موديلات حكي فيهم بس سريع لليوم هيدا هو الأنجح بالعالم هي شراكة كطاع خاص كطاع عام نموذج الواحد بجيب استثمار خاص بتعمل شركة خاصة بينعمل مناقصة بيربحوا المناقصة بيفوتوا بعقود مع كهرباء لبنان لبايع الطاقة وهيدي بديك ساعة تتعاملية كمه هيدي بديك مستثمرين حضرين يجوا ومموّلين حضرين يجوا يستثنوا بلبنان لأنه لأنه إخيرتها هيدا هيدا الشركة الخاصة كيف بدأ ترجع تترد أموالها من الدولة لأنه تدفعها أو كهرباء لبنان تقدر تدفعها هي مش الدولة اللي لازم تدفعها هي كهرباء لبنان لازم من التحصيل الفوتير هي هيدا الموديل السليم فإذا اليوم مستثمرين مش موجودين ولا في مموّلين هيدا الموديل كيف بدأ امشي فيه بدي أربع خمس سنين وهيدا نحط بالخطة نحط إنه إحنا خمس سنين تينجح هالموديل فإذا أنا عايزي أرجع تجاه لطاقة مؤقتة لأنه أوفر من الموتورات وهي أوفر من الموتورات صح بس أنا بدأ سأل سؤال ثاني كيف بنفرع هالموديل وهوني بلشت التفكير إنه أنا طيب عندي هالمشكلة وهذا المشكل الكبير اللي مرح يكون عندي تعافل مالي هيدا إلو حل بس تنشوف الحل بالتمويل كيف من أنت هما يوصل على قصة التمويل انت بس هون بهيدا مدالك الأوليني بدو ساقه ما فيه يوم ولا مستثمر عجبير يجي حق الدولار بدو الساقه بدو وقت وبدو فري ركوز الساقه ما بتجي إلا إذا هو عارف إنه أنا مصريتي ما رايحة دعاني وبدك ترجع تعيد يعني المالية العامة تحطى على طريقة مستدامة هيا ما بتصير إلا معايا مهف وبدك تقطع وقت وحتى وقتها تعمل مناقصة وحتى لو رصت المناقصة على هالشركة بدا هي الشركة وقتها تتعمل التمويل والعقود كلها تكون بيسموها يعني بتراعي شعور بتراعي شروط التمويل الدولية الموديل الثاني لكن هيدا موديل أنا كتب حبزه من سنتين ونحكي بالتمويل لأنه ما عنا ثقة ولأنه ما فيه مستثمرين بنقول خليل الدولة تجي تاخد هي التمويل لأنه هيدا شي كتير أساسي مع أنه نحنا ضد إنه ما نمشي ببي ببي بقى إنه الدولة تدين لا ما بدنا الدولة تدين بس هونك شي كتير أساسي بفترة انتقالية دولة بتاخد هي التمويل بتعمر المعمل وقتها يصير عند الاستقرار المالي ويكون البيئة للاستثمار تحسنت بتقلبو بي 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 وبترجع بترد الأميل وبتسكر الدولة يعني هم بيعملوا البيبية التحتية وبتجيب حدا متقل له دير بتروح على الورد بانك اللي عطيني التمويل اللي عطيتي له بسري أو مدري شو هلأ مش عايزتون منون أولويية عندي أولويية أعمل معمل كهرباء حاولونا هالقروض لمعمل الزهراني أو معمل دير عمار ونعمل حط التغويز وظبط الشبكة بعمل هيدا المشروع كهرباء اللي بننهي بتملكه برجع بفاستو بعد ثلاثة أربعة سنين وقتها يكون صار عندي هالاستقرار والبيئة للاستثمار برجي بعرضو للبيبي هون بفوت إيرادات وحتى فيني أعرض المعامل القديمة لأنه أنا شو أهميتها للقطاع الخاص؟ القطاع الخاص بيجيب الانوفيشن بيجيب بيجيب الـ بيجيب كتير قصص لنقصة اليوم للدولة فإذاً بعمل لن بي 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 بقلبن وقتا أنا أعمل هيدا الشي هيدا المستثمر بيجي بيفوت إيرادات لكهرباء لبنان وهيك بتسكر الديون ويكون أنا سرعت ولكن حتى هيدا المودال اليوم منه موجود منه موجود لأنه يحوع نشوف حتى لتمويل طاقة من سميها طاقة من الأردن أو الغاز من مصر اللي هي فيت بإطار اليوم شو يعني بالعربي يعني شي أساسي لحياة الإنسان يعني قصة حتى هذا التمويل اليوم ما نموافق بعد عليه مشروط بقصص إصلاحية مشروط يعني في عنا بعض عقبات كبيرة ونحن ممنعرف إذا مصر في البنان عنده إياه هنا المصري لا هيدا غير مصر في البنان هو عم يحكي بتمويل للدولة تمويل للدولة من مؤسسات الدولية لا عم يحكي بالدولة يعني هذا تمويل خارجي مازال واحد بده أربع خمسة ستنين اتنين بأحسن حالاته بده السنة ونص سنتين بأحسن حالاته بوصل طب أنا إذا كل يوم أنا عم بستنزف ستة مليون سبعة مليون هلا لأنه سعر البترول عليه وهلو هادي عم يروحوا من أموالنا هل حدا عم ياخد شيء مقبل هالمصاري اللي عم تنحرق كليوم؟ ما حدا عم ياخد شيء. نزلنا كان احتياطي مصرف ادنين اول الآزمة اتنينة وثلاثين مليار دولار. اليوم عم بيحكوا بعشرة واحدة عشرة وما حدا عارف للصراحة. لا اوكي وين هادي الأموال يعني تتشوف هون الآزم المالية اللي عايشينا وكيف مربوطة قصة الكهرباء مربوطة بكل شيء لأنه ومش بس الكهرباء يعني تبع نكون كمان مش فار. بس يعني ما فينا بقى نكمل بهالنمط لأنه واسطين على الحات وشايفينه على الحات. راحين وما عم نضرب فران. فإزان هوني طلعت فكرة النموذج الثالث. وهدي فكرة ملنا كمان فريدة من نوع بالعالم. هدي مبنية عشي اسمه كراود فوندنج. كراود فوندنج يعني تمويل من الشعب. مية بالمية. بس كيف. كيف. نحنا عم نجي نقول انه اموال العالم اليوم المحجوزة بالبنوك. صح? نحطط بمصر في لبنان. واليوم الاحتياطة لبع مصر في لبنان لأنه هو بعجز يعني مصر في لبنان هيدي اموال العالم. اموال للعالم. عم تنصرف اليوم بلا اي ارادة بلا باي يعني حق للعالم. بلا اي شيء مسمر للعالم. ولا حتى حق فيهم. يعني اذا صرف دولار المودعين ما بياخدوا حق بهالدولار او شيء سند او اي شيء. عم بيروحوا حرق. عم بيطير مصرية العالم. فازن جينا خانطلع بنموذج جديد فكرة وهي دي فكرة عن جد دراسة علمية عملت مع المعهد. اخدت كتير انترس وقت لانه عن جد فكرة عملية بتحل كذا مشكل اصلاحي منهم الحوكمة لانه هلأ ما نشوف مين بتجيب للدير المشروع ومين بنفذه يجي منقول للمودعين يلي حابب يعني اليوم عم يحكوا بالخطة التعافي في مئة الف محمية. البيئة المئة الف بيقول لهم اسهم ببنوك بتاع نقول لهم اسهم بشركة انتاج كهرباء. بتاع نحطها بشي منتج اسهم خيارة يلي حابب. اي 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 اكيد اكيد. منحطهم. مصر في لبنان بيأمن هالمليار ونص اللي عايزتهم انا كرميل تنعمر هالمعملين. معملين بالفان ميجا يعني حلينا مشكلة الكهرباء. اكيد. وعملنا كمان الشبكة. صلحنا الشبكة وعدينا العددات الزكية وحطينا المودع بيملك الشركة خاصة المعمل. اسهم ايه. بتكون ادارة هالمعمل من شركة اجنبية متخصصة محترفة تاخد عمول الادارة. وبيكون في شركة عالمية هي اللي بتركب وبتعمر المعمل. وبتفوت هيدا الشركة المملوكة من المودعين بعقد بيع طاقة مع كهرباء لابنان. كأنها هي عندها متار كبير. المستثمر الخارجي بالموديل نمبر واحد. بس ما دال ما نحنا ندفع الارباح لشركة عالمية اجنبية. عم بتفعل نعطيها للمودعين. تيردوا جزء من هالاموال تضعت. هاي الفكرة. اكيد الدراسة بنشورة على موقع المعهد. واي حدا نحابب. عيسام فارس الحابب يطلع عليها ويدرسها وفي قانون عمل حتى يتقدم لهذا وهذا قانون شامل اللي عم نحكي بإنتاج توزيع والنقل كرميل يتنفذ هيك مشروع. فكرة فضيئة لانه انت اليوم عارفة انه اذا ما عملت شي رح تخسر ريون هالمصرية بينما هلأ كان لازم كان لازم يعملوها اول تبارح يعني. وتنعملت الدراسة كانت بقى سبعة عشر مليار كان بعد عنا سبعة عشر مليار فاذا نصر عن هاليوم. امو عليك او الله الله. امو امو لا ما لك حق دقي بالو مش انا عبدق دراسة 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 عبددق بالاحتياطة طبع مصر في المنين. كانوا سبعة عشر وقت صرف ثمانة. صرف طاير منهم سبعة يعني. ما منعرف شو طاير. وين اني هالأصوات كلها يعني. وما نبين شي على الارض يعني انه رح ينعمل شي ريكوبراتيف يعني. بالأسف. التعثير. طيب. قديش سرنا نحنا بالوقت. بس. قدي؟ اه اوكي لا ساعة وعاش تضايق. يعني. بشكرك كثير. انا بس ايكا خلاصة. بدي اقول انه الحلول التقنية موجودة. مية بالمية. نحنا اليوم مضبوط الكطاع منهار. بس هاي دي فيها تكون فرصة. فنرجع نبني هالكطاع على قصص احسن ومستدامة. وتكون اوفر للمواطن انضف. خصوصا لبيئتنا. لانه عن جد عمل. يعني هاي دي فرصة. وان شاء الله تجينا قريبا. ونستطيع نبني. بطريقة خضرة. وننتقل عن جد. للمستقبل. للمستقبل. بس تكي تكي. هلأ اخر اوشن هيدا اللي ترحتي هلأ. بعدها بالتداول. في حدا عم بيليحقها ولا. انيك ما بعرف ما بعتقد يعني. انا مني مني بالسياسة ومني بالحكومة. ما بعرف شو عم بيصير. بعرف انه درسوا جديا. اوكي. فيها بركة. يعني ما بعرف كيف اذا كل الاطراف. حبين يعملوا هيك شي او لا. انا بقلك اذا في بكرة حدا يجي يمولنا. يعطينا التمويل بكرة بكرة. يخدوا ويعملوا معامل. يعني انا عم بطرح فكرة اذا الواحد واثنان ما نوجده. لانه كلفة الوقت. لانه يعني عن جد. بس كمان بتفشو مشكلتها كمان هي ساقة كمان. لانه اليوم. وهيدي ما فيك تعاملية الا ما يصير عندي قضاء عادل. وبس يصير عندي قضاء مستقل. وبس يصير عندي قضاء مستقل. واحد بيتحمس انه ما حدا من هالسياسيين رح يجي يضغط على قادي. ممكنك القانون اذا بتشوف كيف من عمل وهالدراسة. جربنا نبكل كل الصغرات. ما يكون فيه ايد لأي حدا من هالسياسيين. بقى يعني برجع اقول. اذا حدا اجا مولنا بكرة اهلا وسهلا. عايزين كهرباء. الكهرباء هي اساس الحياة. وان شاء الله املنا كبير باشخاص مثلك الزياد. تسلم تسلم. نحنا عنا عادة بممكن. انه كل ضيف بنستضيفه. باخر الحديث بنعطيه هدية من نفاياتنا. بما انه حضرتك خبيرة طاقة وخبيرة كهرباء. اليوم هديتك هي لمبة معمولة من نفاياتنا. كتير حدوية. وبالضوية كمانا. بسمك الكهرباء. بسمك الكهرباء. لانا كهرباء ضوية. هذه لمبة ازازة معمولة من ازاز الانفجار. والقاعدة طبعها معمولة. عن جد وكتير ان الانفجار يعني. شكرا جزياد. شكرا جزياد. شكرا جزياد. شكرا جزياد. شكرا جزياد. شكرا جزياد. تسلموا.